جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيراش دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة كوتيراش وفي تصريحات أدلا بها خلال مشاركته في منددى أو في منتدى دايفو السالر بيعا شدد على ضرورة إطلاق عملية تؤدي إلى السلام مستدام على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لتجنب انزلاق المنطقة برمتها إلى حالة من الفوضى والحرب نرى وباء الإفلات من العقاب في جميع أنحاء العالم ونرى بعض الدول تفعل كل ما بوسعها لتعزيز مصالحها الخاصة بأي ثمن وتتجاهل أطراف النزاع القانون الدولي العالم يقف متفرجا بينما يتعرض المدنيون ومعظمهم من النساء والأطفال للقتل والتشويه وأكرن نداء لا بد من وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وإطلاق عملية تؤدي إلى سلام مستدام للفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين وهذا هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة ومنع انتدادها ما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة بالكامل إلى حالة من الفوضى والحرب które break away which could send the entire region up in flames اشتركوا في القناة